الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قاموا بتحركات عسكرية مثيرة في المنطقة اللي سووا بحسب الماري تايم اكزاكيتيف دوت كام قاموا بمناورات عسكرية في البحر الأحمر والمثير هنا هو ليس الموقع فقط بأنه قاموا بمناورات عسكرية في هذه النقطة تحديدا بل أن هناك ثلاثة ناقلات نفطية إيرانية تتحرك من السواحل الإيرانية مباشرة للبحر الأحمر ومنطلقة طبعا إلى قناة السويس للوصول إلى البحر المتوسط لمساعدة لبنان كون أن لبنان تعاني من قلة المشتقات النفطية وطبعا هذه العملية ليس فقط إيران دديرها بل أن حزب الله اللبناني أيضا يريد أن ينجز شيئا من هذه القضية طبعا بكل تأكيد والمشكلة هنا بأن الإسرائيليين يراقبون هذه الناقلات النفطية لأنهم ديردون ينتقمون للناقلة النفطية ميرسر ستريت الإسرائيلية التي تهموا بها إيران بأنه الإيرانيين هم اللي هاجموا هذه الناقلة حتى هذه لحظة الإسرائيليين لم ينتقموا ويتوعدون كثيرا للانتقام إليها والمشكلة بالنسبة للإسرائيليين قضية استهداف الناقلات النفطية هي ليست بالأمر الجديد بالنسبة إليهم دائما ما يستهدفون الناقلات النفطية الإيرانية على سواحل البحر المتوسط عندما تصل إلى سواحل سوريا تحديدا بالإضافة إلى ذلك بأنه يجب أن لا ننسى بأن واحدة من السفن التجسسية الإيرانية التي هي طبعا سفينة سافيز استهدفوها أيضا الإسرائيليين الكوماندوس إسرائيلي في هذه النقطة أمام السواحل الأريتيرية كذلك فهذا الأمر طبعا محتقا بشكل كبير والإسرائيليين أيضا يراقبون هذه الناقلات بالتفاصيل يعني إذا ما ألقينا نظرة على تانكر تراكرز على تويتر هم ينقلون كل التفاصيل مثل ما تشوفون أولا بأول بالساعات إلى يوم أمس هم تحدثوا بأن هذه الناقلات الآن شن التفاصيلها وين وصلت واحدة من الناقلات دخلت في البحر الأحمر فعلا ولكنها لم تتعدى ولم تدخل حتى هذه اللحظة قناة السويس بالإضافة إلى ذلك أن واحدة من الناقلات غادرت السواحل الإيرانية قد تكون هي في هذه النقطة تقريبا وكذلك أن واحدة من الناقلات لا زالت أمام السواحل الإيرانية ولم تنطلق هذه اللحظة قد تكون أمام ميناء هنا اسم ميناء جاسك أو في الموانئ الموجودة في الخليج العربي فهناك ناقلتين تتحرك الآن مباشرة إلى لبنان والإسرائيليين يحاولون حقيقة الانقضاظ عليها وهنا النقطة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبعد اللقاء اللي صار بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة قاموا بتعيين هذا الرجل هذا هو دان شيبيرو هذا الرجل أصلاً هو كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل وعند علاقات مع عدد من الأطراف الأمنية من على مستوى الموساد وغيرها فلذلك مهمته الأساسية عينوه على أساس أنه يزيد من عملية التعاون والتواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل قضية مهمة جداً ألا وهي مواجهة القضايا والتطورات النووية على المستوى العسكري والمستوى الدبلوماسي ويخلل الولايات المتحدة الأمريكية بالصورة عن طبيعة التوجهات التي إسرائيل تريد تتخذها في كل تقدم نووي تسوي إيران وكذلك في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران والتحركات الإيرانية وطبعاً هذا يضعنا في الصورة بالنسبة للعراقيين نحن حقيقة في العراق لدينا ميليشيات ونحن في الصورة وفي الواجهة في عملية إدارة هذه الأمور وطبعاً دانشبيرو وجوده هنا قد يستغرب البعض ليش هذا التواصل أليست الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل ومطالعين على كل شيء لا أبداً هناك أمور كشفت في الفترة الأخيرة من الأشهر الماضية بأن هناك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وليس فقط خلافاً ولكن انعدام للثقة وهارتس هي التي ثبتت هذا الموضوع بأن نتنياهو في شهر أربعة 2021 عندما قرر مهاجمة منشأة نتانز النووية التي أدت إلى رفع التخصيب بالنسبة للإيرانيين إلى مستوى 60% أبلغ الأمريكان قبل ساعتين فقط من الهجوم على منشأة نتانز وهذا طبعاً يؤكد بأن ليس هناك أي تواصل استراتيجي بين إسرائيل وبين أمريكا والإسرائيليين يشتغلون بالخفاء فلذلك دان شابيرو قادم حقيقة إلى هذه المهمة لترميم هذه العلاقة بشكل أكبر كذلك هو يعمل على قضية في حالة فشل المفاوضات النووية وهذا السيناريو موجود وواضح وقد يحدث فعلاً فلذلك أكسيوس ثبتت قضية مهمة جداً عن دور شابيرو إذا ما فشلت حقيقة هذه القضية والحديث عن بلان بي شوف شنو اللي قالت الأكسيوس دور شابيرو سيكون كبيراً في ظل الحديث الأمريكي الإسرائيلي عن خطة بديلة بلان بي لمواجهة إيران في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في مفاوضات فيينا ونحن نتحدث هنا عن دور أمني وقد يكون دور عسكري في التواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الآن القضايا الدبلوماسية أوروبا بدأت تتحرك بقوة كبيرة جداً على إيران يعني الآن الذي يصير حقيقة مؤخراً أن الألمان والفرنسيين بدأوا يضغطون على الإيرانيين بشكل كبير أنه أنت يا إيرانيين يجب الآن أن تتحركون بشكل قوي وصريح من أجل العودة إلى المفاوضات النووية لأن آخر اجتماع صار هو قبل أكثر من سبعين يوماً والجولة السادسة التي تمت آخر جولة لم تكن مثمرة في قضية المفاوضات النووية الكثير من الخلافات لا زالت موجودة خاصة وأن إيران أنهت قضية إبراهيم رئيسي إبراهيم رئيسي أصبح رئيساً والآن لديه كل مهامه بشكل واضح وكذلك بأن وزراء كل وزير عينة والحقائب الوزارية التي قدمها تم المصادقة عليها وكل وزير لسم وزارته بالإضافة إلى ذلك التخصيب لاليورانيوم العالي جداً وإضافة أجهزة الطرد المركزية بنسبة 60% وإنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم أيضاً التي تعتقد الدول الأوروبية بأن هذا الأمر لا يخدم المفاوضات وأنه يوضح بالنسبة لهم بأن إيران تتوجه إلى القنبلة النووية لذلك يريدون العودة الآن للمفاوضات النووية قبل فوات الأوان وهناك أمر متعلق في قمة بغداد التي تمت في هذه القضية تحديداً بأن فرنسا هي التي بدأت بالتحرك منذ عدد من الأسابع تقريباً قبل ثلاثة أسابع وتحديداً في يوم 9-8-2021 إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي اتصل بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأبلغ بأنه تعالوا خلينا نرجع للمفاوضات النووية ونتحدث بشكل جديد عن هذا الموضوع لنحل هذه المسألة وهذا ما فتح الفرصة لإيمانويل ماكرون أن يتواجد في قمة بغداد ليس فقط بالمسائل الأساسية التي يبحث عنها العراق ولكن أيضاً لتفتح له فرصة لمقابلة وزير الخارجية الإيراني في قمة بغداد لذلك في قمة بغداد قد تكون واحدة من الأمور التي نقشت جانبياً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك وزير الخارجية الإيراني هي متعلقة طبعاً في المفاوضات النووية بكل تأكيد وبالتالي هذه المفاوضات النووية وأحاديثها تبدو بأنها كانت حاضرة ليس بالشكل الرسمي في قمة بغداد